اشتركوا في القناة عفوا الكثير من اخبار لاعبنا ابقوا معنا وتابعوه لنهايته يلتقي صهرة غد نادي ياران وميلان في ذهاب دور الثم النهائي مكرر لمسابقة الدور الاوروبي لقاء الغد سيكون عبارة عن ديربي جزائري يجمع كل من غوير من جانب ران والثناء الجزائري نادي ميلان عدلي وبناصر مبدئيا وعلى الورق الكفة ستميل لبناصر وبقية زملائه نظرا لفارق المستوى اولا ونظرا ايضا للعب اللقاء في سانسيرو لكن يبقى كل شيء ممكن ورغم ان مدرب ميلان وفي تصريحات سابقة اكد ان خروج بناصر في اللقاء السابق لم يكن للاصابة ورغم ان كل الطليان اكدوا فقط انه يعاني من انهاج بدني الا ان رؤية بناصر في لقاء الغد ليس اكيد بناصر لم يتدرب بشكل كامل مع بقية زملائه في اليومين الاخرين ضيف الى ذلك ان اللقاء ليس مهم والخصم ليس قوي كثيرا لذلك فكرة اراحة بناصر ليست مستبعدة بالمرة الى ذلك وتحسبا للقاء الغد ادل ارثر تياتي لاعب نادي ران بتصريحات لصحيفة لغازيتا ديلو سبور ارثر سئل في الجزء الاخير من حواره عن اهم لاعب ايران وان اتيح له ان يوجه نصيحة لمدرب ميلان على اللاعب يجب ان يحذر منها فماذا يقول ارثر تياتي قال ان مدرب ميلان مطالب بالحذر من عدة لاعبين موهوبين ذكر من بينهم الدولي الجزائري امين غويري يتنقل صهرة غد الخميس لاعب الخضر فارس شايبي وبقية زملائه في انتراخت الى بلجيكا للقاء نادي سانجيل واز ولعبهم الجزائري محمد الامين عمورة ضمن لقاءات دوري المؤتمر الاوروبي الثناء الجزائري سيسعى للتألق وتقديم كل ما لديه عمورة لتأكيد ما يقدمه من مستويات وشايبي للرد على نقض الصحافة الالمانية على مستوى فريقه على الورق الكفة للتأهل ستكون راجحة لشايبي وزملائه لكن عمورة وزملائه سيحولون استغلال اقامة لقاء الذهاب على ارضهم وامام جماهيرهم لتقديم مستوى يتيح لهم الفوز على العقل ولما لا الفوز بفريق جيد يسمع لهم باللعب براحة حين التنقل لالمانيا بعد اسبوعين من الان بعد شد وجذب كبيرين خرج لاعب الخضر امدي ديلور اخيرا للعلن ليتكلم عما يتم ترويجه من اخبار حول مستقبله فكما يعلم الجميع ومنذ يوم الاحد الماضي هناك تأكيدات كثيرة من الصحافة الفرنسية وبعض الصحافة المحلية تقول ان ديلور اعتزل اللاعب نهائيا بسبب مشاكل صحية وان قرار اعتزاله سيعلن عنه قريبا ديلور ظهر حقا لكن ليعلن استمراره في اللاعب لاعب الخضر على حسابه الرسمي في انستجرام وضع رسالة وجهها لناديه السابق ام صلال وقال ان تجربته معهم كانت رائعة قبل ان يعلن ان ما يتم ترويجه من اخبار حول اعتزاله غير صحيح وانه ما زال يملك الشغف لهز الشباك مرة اخرى منهي رسالته بالتأكيد على انه سيكون في فرق جديد قريبا وقريبا جدا الى ذلك وبعد ان انتشرت كثير من الاخبار اليوم عن قرب توقيع ديلور مع ناديه السابق اجاكسيون ناشد في الليك دو قالت صحيفة كورس ماتا الفرنسي اليوم الاربعة ان الامر مستحيل كورس ماتا قالت ان توقيع اجاكسيو مع ديلور يجب ان يكون وفق شروط وقوانين وهو ما لا يتوفر في الجزائري حاليا نادي اجاكسيو فقد لاعب وسطه الجزائري مهدي بوش باصابة خطيرة انهت موسمة وهو ما جعل الكثيرين يتكلمون عن التعاقد مع ديلور كجوكر لكن كورس ماتا قالت ان اصابة اي لاعب اصابة خطيرة لا تعني التعاقد مع لاعب اخر حر مباشرة بل يجب ان تكون الاصابة التي تعرض لها اللاعب مع المنتخبات الفرنسية السنية او المنتخب الاول وبوش دولي جزائري اعدت صحيفة فوتبال لندن المقربة من انديت لندن ومنها ارسونال تقريرا اليوم عن لاعب الخضر ونادي ميلان اسماعيل بناصر والمستوية الرهبة التي وصل عليها وخاصة عن ضرورة اعادته للفريق في الصيف المقبل الصحيفة الانجليزية قالت ان بناصر لاعب مهم وبما انه ابن للفريق فربما يقبل العودة للفريق الذي صعده للنجومية موقع فوتبال فانكاس بدوره اعد تقريرا اليوم تكلم فيه عن بناصر الموقع الانجليزي اشار الى ان الحديث عن رغبة المانسيتي في ضم الجزائري وهو ما اشرت اليه في عدد امس وقال ان ارسونال ارتيتا احوج لبناصر من اي نادي اخر وانه في حال عاد للبريمير ليج يجب ان يعود لارسونال وليس لاي نادي اخر واذا كان المانسيتي يبحث عن بديل لكالفين فيليبس فان ارسونال يبحث عن بديل للاعبه جرانيت شاكا شاكا غادر ارسونال في الصيف ورغم وجود عدة لاعبين في الفريق الا انه لا يوجد اي لاعب استطاع السد الفراغ الذي تركه وارتيتا استخدم طيلة الموسم الحالي عديد الحلول لكنه لم يستقر على لاعب معين لذلك فان بناصر يمكن ان يكون هذا اللاعب ما لم يتم مناقشته سواء من صحيفة فوتبال لندن او موقع فوتبال فعكاست هو قيمة بناصر المالية بناصر يملك قيمة سوقية كبيرة تصل او تفوق الخمسين مليون اورو بقليلة لكنها على اندية انجلترا قيمة لا تذكر وسيكون اصغر فريق في البريمير ليغ قادر على دفعها لذلك فان قيمة بناصر ليست مشكلة بتاتا المهم هو الحصول على موافقته وموافقة ناديه كشف موقع هامارزي نيوز المقرب من وسطها ما سماه بالمفاجأة الكبيرة وقال ان مدرب النادي دافيد مويس بريء تماما من كل النقد الذي لحقه بعد السماح برحيل لاعبه الجزائري سعيد بالرحمة موقع هامارزي نيوز قال ان المتسبب الحقيقي هو المدير الرياضي الجديد للنادي الالماني تيم ستانت والذي سهل لسعيد الرحيل في اليوم الاخير للميركاتهم هامارزي نيوز قال في مقابل ذلك ان المدرب مويس لم يكن يرغب برحيل سعيد كما لقبه بالمتهم الخطأ لان الكل ذبحه خاصة بعد الخسارة ضد ارسونال بسداسية كاملة من دون رد وطالبت بتوجيه سهام النقد للمدير الرياضي الذي يتخفى بالرغم انه المتسبب الرئيسي في كل ما حدث ادل لاعب فيورنتينا ماكسيم لوباس بتصريحات اعلامية لمنصة لوكاري تصريحات تكلم فيها عن كثير من الامور بخصوص مشواره لكنه تكلم في جزء منها عن جذوره لوباس كشف انه من اصول جزائرية من جانب امه وان اخاه الاكبر جوليا دولي جزائري ولعب ايضا كأس العالم مع منتخب اشبال الجزائر وهو فخور جدا بجذوره الحديث عن الجزائر جعل محاور لوباس يسأله عن امكانية تمثيل هذا البلد لاعب الفيولا قال انه على عكس ما يقال لم تتصل به الفاف ولا مرة وحتى جمال بالماضي لم يتصل به وان كل ما قيل عن الامر غير صحيحة مع الاشارة الى ان كثير من المصادر قالت في وقت سابق ان لوباس كان هدفا للفاف لكن لم يستطع احد اقناعه تمثيل الجزائر ماكسيم لوباس اثنى كثيرا على الجزائر وعلى المنتخب الوطني وقال انه منتخب جيد وهو يحترمهم كثيرا بحكم انه بلد اصول والدته ولن يقول اي كلمة سيئة عن هذا البلد لكن برغم ذلك هو لا يفكر حاليا في تمثيل الجزائر بل يركز فقط على تمثيل منتخب فرنسا الاول وانه سينتظر دعوة مدرب منتخب فرنسا لوباس قال ذلك بالرغم انه يبلغ من العمر سبع وعشرين سنة وهو سن متقدم جدا بالنسبة للاعب ما زال ينتظر دعوته الاولى وقال ذلك ايضا بالرغم انه يعلم جيدا ان وسط فرنسا وسط عالمي ولن تكون له اي فرصة معهم لكنه على الاقل كان واضحا ولم يمسك العصى من الوسط كما فعل ويفعل كثير من اللاعبين السابقين والحاليين واخرهم لعب ميلان ياسين عدلي للاشارة بالماضي كان قد تقرب من لوباس بطريقة غير مباشرة فمباشرة بعد تتويج الخضر بيلكان سنة 2019 ذهب بالماضي بالكأس لمارسيليا ووقتها اجتمع مع ادارة مارسيليا وناقش معهم امكانية اقناع لوباس لكن كل شيء توقف لان بالماضي وقتها لم يكن متحمس لاقناع النجوم الشباب عكس ما هو عليه الحال في اخر عامين من مهمته على رأس الجزائر كشفت بعض المصادر المصرية في اليومين الاخيرين ان ادارة الاهلي وبعد موافقة مدرب الفريق كولار قررت التخلي رسميا عن اللاعب الفرنسي انتوني موداست القرار كان متوقع ومنتظر نظرا للاثار المعدوم الذي تركه الفرنسي مع الفريق الاستغناء على اللاعب اجنبي سيعني ملء الفرق بلاعب اجنبي الصحفة المصرية قالت ان الدولي السابق في المنتخب المحلي احمد قندوسي المعار حالي لنادي سيراميكا سيكون اكبر مستفيدين قندوسي قدم مستويات رهيبة جدا مع فريقه سيراميكا لدرجة انها ارقام كانت تؤهله للعودة للفريق في جنب الماضي وليس حتى نهاية الموسم لكن عدم وجود مكان لاجنبي في الفريق جعل الادارة تؤجل عودته ومع رحيل موداست فان عودة الجزائر ستكون اكيدة قندوسي ورغم مستوياته الكبيرة جدا في وفاق سطيف ومع المنتخب المحلي الا انه لم يحظى بفرصة مع جمال بالماضي انتقاله للأهل المصري لم يساعده ايضا لانه لم يلعب كثيرا وكان في غالبيات الوقت بديل لكن ومنذ انتقاله لنادي سيراميكا اثبت فعلا انه لاعب مميز وعودته للأهل الموسم المقبل وتألقه اكثر سيتع له بكل سهولة المنافسة على مكان في المنتخب بعد ان شارك اساسيا في لقاء الدور يوم الاحد الماضي ضد سبارتا روتردام قال التقارير هولندي اليوم الاربعة ان الدولي الجزائري رامز العربي زروقي مرشح بقوة الحفاظ على مكانته الاساسية وذلك في قمة الدور الاوروبي ضد روما صهرت غد الخميس على ملعبهم وامام جماهرهم رامز كان قد قدم مستويات متواضعة في لقاء الكمار قبل اسبوع لكنه استطاع ان يعود للمركز الاساسي وهو يتوجه للحفاظ على مركزه لدان لقاء على التوالي الصحفي والمحلل الهولندي مارتين كراباندام تكلم بدوره عن الامر واكده وقال ان الزروقي سيكون محور الوسط الاساسي في خطة المدرب ارني سلوت لكنه في مقابل ذلك قال ان مشاركة زروقي اضطرارية وفقط بسبب غياب اللاعب كوينتين تيمبر وليس لانه اقنع المدرب زروقي سيواجه مواطنه وزميله في المنتخب حسام عوار لكن واذا كان زروقي ضمن مكانه الاساسي فان وضعية عوار مبهمة كثيرا لغاية عشية اليوم لا يعلم ان كان عوار سيبدأ اللقاء ام سيجلس على الدكة وان كان سيجلس على الدكة هل يمكن ان يحصل على فرصة ولو كبديل ام انه لا يدخل في حسابات مدربه الديروسي ننتظر ونرى كشفت صحيفة الرياضية السعودية اليوم الاربع ان الدولي الجزائري رياض محرز بات جاهزا بنسبة 100% من اجل المشاركات اساسيا مع فريقه الرياضية قالت ان جاهزية محرز اتت في وقت مثالي جدا وقبل استئناف الدور السعودي بيومين حيث يلاقي الاهل نادي الاخدود يوم الجمعة في الدور السعودي الممتاز وكانت ادارة الاهل السعودي تتخوف من عدم قدرة محرز على اللحاق بلقاء الاخدود وهذا بسبب تعخره في العودة بعد ان اخذ عطلة طويلة بسبب مشاركتي في كأس افريقيا لكن الجزائر الذي عاد قبل اسبوع من الان عامل وبقوة واستطاع اللحاق بفرمت بقية زملائه من خلال التدريبات وايضا من خلال ودية فريقه التي شارك فيها الى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا ان شاء الله السلام عليكم